اشتركوا في القناة العالمين بدأنا باسمك الله وليس سواك نخشاه ونعلم أن لنا قدرا سنلقاه سنلقاه فيا رب اكتب لنا الخير في أقدارنا واكتب لنا فيها تحقيق أحلامنا ومبتغانا ومسعانا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بالحصة الأولى مع الفخم الجيل 2007 وزي ما وعدتك أنه هاي الحصة هتكون من تحت الصفر وقلتلك معاك من الزيرو لحد ما أشوفك إيش بالفيزياء هيرو انتفقنا؟ بداية قبل لا أبلش بالمادة بدي أحكي طلع من المين بأرجع معاك من علم الفيزياء شو إيه الفيزياء؟ لو سألت أي واحد فيكم الآن شو هو علم الفيزياء؟ بسخطوا اللي بيقول لي علم قانونه هوه ومعادلاته وأبسا تعالوا نعرف شو يعني فيزياء؟ طبعا بهاي الحصة هبايبي هيكون في عنا تحدي هذا التحدي حيكون في عليه جوائز قيم جوائز لعدد كبير جدا منكم يعني ما رح يطلع حدا إلا راضي بإذن الله عز وجل كل واحد فيكم حيطلع راضي لو عددكم مليون تمام؟ في عنا جوائز قيمة تنزل ستب ستب حنربح آيباد، تابلت، باكيجات، بطاقات، دوسيات، بنك أسئلة، وجبة تشاور ما بتجي يعني بدك تشارك معنا التحدي هو عبارة عن خمس حصص في كل حصة فيه تحدي صغير بدك تشارك معنا فيه تمام؟ من باب الأجواء تكون إيش؟ حماسية يوم باب برضه إنك تكون يعني عدم مواخذة في جيلك أنت بتورس عند أستاذ يزاقهموك تكون معروف أنا بأعرفك على الأقل يعني بحبش هادوه الطلاب بدخل نكرة وبطلع نكرة ما بتعرف مين هو ولا متى درس عندك ولا مش درس لا خليني أعرفك ظل لك أكتب معي ماشي؟ علم الفيزياء حبايبي بعرفه أنا بيه اتطلعوا كيف بعرفه؟ بالعلم العادي بالعلم العادي طبعا حبايبي بيبدأ أحكي شغلة العلم العادي هسا بحكي لك شو يعني بدي أحكي شغلة الآن حتى الطالب المميز كل طالب فيكم بتمنى تحضر التأسيس طالب المميز هاي معلومات كلها انت بتعرفها لكن من باب خلص إنه إحنا ندخل على السنة ومشيكين كل إشي قبل يعني عاملينه check up cam ماشي؟ شو يعني علم عادي؟ أنا بقول لك شو يعني علم عادي؟ يعني علم ستي وستك بفهموه يعني وهم مش درسين يجيب أي واحد في الشارع تلاقيه بيحكي فيزياء لكن هو يعني بيحكي لك هاي الأشياء عادية معروفة يعني لكن ما بيعرف إنها فيزياء زي إيش مثلا؟ لو أنت قاعدة نازلة إيش شاطف وصابون وورضية بتزحلق وستك قاعدة والله بتطلع عليكي شو بتقول لك دي ربالك مثلا إلي بسبرش لك يا ابنية بلاش إيش؟ بتزحلقي وإنك طبش على صباحك وراحت كل الولوفة ماشي؟ وأنت الشاب برضو كذلك يعني لا يعني لو أنت ماشي مثلا واحد يعني برضو بسيد أخو لستك بخافوا عليك شافك ماشي على أرضية جليد أو إيش بدي قولك دير أو بالشتة مثلا ماشي معك بسيارة بجوة يدير بالك إيش؟ تزحلق مثلا هسا هو فعليا حكى فيزياء هو حكى فيزياء إنو هذا السطح بزحلق وهذا السطح بزحلق إذا لبست في رجلي ممكن ما أزحلق إذا ما لبستش ممكن أزحلق هو حكى إيش؟ حكى فيزياء قاعد بيحكي فيزياء سيد أخو ستك قديم بيحكوا إيش؟ فيزياء إما هو أبو قاعدين بيحكوا فيزياء ماشي لكن هو ما بيعرف إنو هاي فيزياء ما بيعرف إنو في إيش اسم قوة احتكاك وإنو في عندنا معامل احتكاك لكل وسط وما بيعرف إيش هذا الحكي وما بيعرف مثلا إيش اسمه مثلا قوة الجاذبية وإلى آخره ما بيعرف تحليل القوة ما بيعرف إنو في عندي إيش اسمه محصلة القوة هالحكي هو ما بيعرفه لكن بعرف أعطاك الرزلت أعطاك النتيجة النهائية تمام؟ طيب كم واحد فينا أهله أو أنت مثلا لما تجيت ضيفي مثلا ضيوف وبدك تغسل الكاسة بشكل سريع كاسة الشاي حطيت فيها مي باردة ومباشرة رحت إيش صبيت شو بصير فيها تنكسر صح؟ وأهلنا بيعرفوا الحكي هاي بقولك أول إيش بيقولك إياه دير بالك إيش تنكسر الكاسة نصبر عليها شوي بعدين صب صح؟ هاستهض الحكي فيزياء لكن هل هو بيعرف إنو فيزياء؟ هل هو فعليا عرف إنو هاستهض الحكي فيزياء؟ هتقول لي لا هما بيعرف إنو مثلا جزيئات المادة تتقلص بالبرودة وتتمدد بالحرارة في عندي عملية تقلص للجزيئات لو أنا ملاحظة بعيني وعملية تمدد وإنو إذا هاي العملية عملت بشكل سريع مباشرة حيصير في كاسة الشاي وإيش وتنكسر فهو علم عادي معلومات عادية هم قاعدين بيحكوا لي إياها زمان كان معرفش إنتو الجيل بعرف الحصيرة الحصيرة يتيجي زي القش بالكوة المهم حصيرة معني أكتب على الفيس حصيرة على جوجل نصت من عصر مش عارف إيش ها المهم لأني مرة حكيت حصيرة طلع ولا حد دعال شوي الحصيرة السجادة يا سيدي ولا نزعة المهم بتلاقي مثلا لما كانت بنت تتكنس زمان أيام مكانس مش الكهرباء المكانس العادية شو كانت تيجي مثلا إمها أو ستة شو تقولها يا بني تحطيش يعني بعد ما تكنسي وصبري نص ساعة بعدين حطي السجادة أو حطي الحصيرة ما تحطيها عطول هس هذا إمها أو ستة حكيت فيزيا لكن فعليا فعليا هو ما بيعرف شو الفيزيا بالموضوع هو بعرف إنه هذا إشي عادي إنه هذا إشي عادي لكن ما بيعرف هو فعليا شو اللي بصير الدقائق الغبار بتحتاج مثلا فترة زمنية مدتها نص ساعة لبين ما توصل للأرض الدقائق اللي أنا مش ملاحظها فلو أنا مثلا كنست وروحت فرشت السجادة عطول شو بصير في الدقائق الغبار ما هي لسه ما موسطش الأرض تنزل وين فوق السجادة طب لو صبرت شوي حتلاقيها لا نزلت على الأرض بعدين أنا بغطي فوقها فهم يعني وكثير أمثلة كثير كثير الحكي يطول فعلم الفيزيا علم الناس بتعرفوا لكن ما بيعرفوا إنه فيزيا إحنا كناس بنفهم فيزيا شوي بنكون مؤقدين أكثر منهم إنه إحنا نبحث في تفاصيل شيء هو أعطاك الرزالف تبع العلم العادي لكن إحنا بنعطيه التفاصيل اللي جوه هاض العلم إذن اتفقنا طيب التعريف الثاني هو تعريف عنصر يعني عنصر بحث هو العلم الذي يربط كل ما نراه في حياته بالعلوم الأخرى كل شيء بتشوفه بحياتك إيش هو فيزيا مربوطة برياضيات مربوطة بكيميا حركة الجسم الآن أنا لما أمشي طب ليش مثلا إذا دليت حالي كثير أبدو موازن جسمي بقع الآن عندك علم فيزيا مربوط بأحيات لكن مثلا هاض العلم بيجي بقولك إنه في مركز كتلة للجسم لين منطقة هاي وهاي لازم تضل عمودية عشان هيك لما أنت تميل مباشرة دماغ بعطي أمر لرجلك الثاني إنه وازني حالك كل شيء الثاني هو قاعد بتحرك الآن وانا قاعد بحكي معك في فيزيا بالموضوع كنشي كنشي وين ملفيت وجهك أنا لما لف وجهي وشايف الحيط هاي فيزي كيف أنا شفت الحيط شعاع سقط من الحيط منزل على عيني يقع ضمن نطاق المرئي له طول موجي معين وتردد معين في تفاصيل كثيرة أخلتني إني أقدر أشوف إيش الحيط ليش بشوف إيش في العتمة بشوف مثلا لما يكون في إنارة هاي الأمور كلها تتعلق بعلم الفيزي إذن هو علم واسع وشامل وممتع جدا إذا ما كان قانون أوعوه بسم الله نبدأ بأول موضوع وظلك جاهز كل حصة فيه عندنا سؤال حيثير تفكيرك ويثير فضولك والإجابات حتكون على جروب وتن يعني ما تبعثني على الخاص التحدي إذا إنت مشارك بالتحدي بدي يكون إجابة السؤال سواء عرفته أو ما عرفته على إيش على جروب الفيز تفقنا؟ اللي هو توجيهي جيل 2007-2008 ابعتني على رقم موبايلي أو لرقم الأدمين هاي رقمي الشخصي قلت لكم أنا بحب أني أتواصل معكم دارك ابعتني وخليني أضيفك على جروب الفيز إذا إنت مش موجود فيه أو ابعتني الأدمين إذا معك رقمها يا بسم الله الرحمن الرحيم الآن فيه عندنا إيش يسموه الكميات الفيزيائية الكميات الفيزيائية بالحصص اللي جاي هنتعرف على إيش يسموه كميات أساسية وإيش يسموه كميات مشتقة الكميات الفيزيائية عندنا كميات كثيرة حنتعامل معها حنبلش بأساس كل علم الفيزيائية عندنا فيه عندنا أشياء معينة لازم نكون عارفين إنه إحنا نتعامل معه فيه عندنا إيش يسموه وحدات القياس العالمي لأن أنا فيه عندنا كميات الفيزيائية زي الزمن زي المسافة زي الكتلة زي درجة الحرارة ويزبط تقول والله قديش مثلا استغرطت زمن لبين ما أكلت إيش معين تقوله عشرة طب عشرة شو طيب قديش طولك خمسة خمسة إيش طب قديش كتلتك عشرين عشرين شو فيه أشياء كان لابد من إنه يتبع هذا الرقم كلمة معينة تساعد اللي قدامك اللي يفهم شو اللي أنت قاعد تحكي فيه صح؟ فوحدات القياس العالمي كانت شيء ضروري جدا وهاي وحدات موحدة جائم كلمة التوحيد الفكرة فيها أنه أنت بزبطش واحد مثلا بأميركا مخترع وحدة للزمن اسمها جعفر مثلا وإحنا قاعدين ثانية وهذا ساعة لازم نكون موحدين عشان النظريات اللي بصل إليها العلماء هناك والنظريات اللي بصلوا إليها هون يعرفوا يرطوها بعض وما يكون فيه صعوبة بلغة التواصل فيما بينه حنوخذ الآن أول سؤال تحدي أول سؤال تحدي استفتحية خير وعن راح تشوف كثير أسئلة قمقية كثير أسئلة قمقية هاي الأسئلة بدها مخ بدها عقليات بس أول وحدة عشان إحنا نسمى تأسيس فأنا بدي أثير فضولك شوي تمام؟ وحدة قياس الزمن العالمي هون هاي الكمية الفيزيائية هون عنا خانة تبلي فيها الوحدة من هون أبلش تلخيص الوحدة في النظام العالمي الوحدة في النظام العالمي يقاس الزمن بوحدة الثانية السكن طيب كل حصة والله العظيم بوعدك بالمادة عشان تحس بحلوتها قلت لك يعني مشكتكم مع الفيزيان وانت تعودتوا قانون ويمشي بس لما نصير فرحمين كل كلمة ومن وين أجد تمام؟ بيكون الموضع عن جد بيختلف وحدة قياس الزمن الثانية سؤال اليوم وسؤال التحدي الأول اللي إجابته بدي أشوفها يعني بتعمل هاشتاغ طبعا شو السؤال؟ طب سألنا السؤال ليش سموا الثانية ثانية ليش ما سموها ثالثة ليش ما سموها رابعة ليش سموها ثانية وضح السؤال ليش سمينا الثانية ثانية ليش ما سميتها ثالثة ليش ما سميتها رابعة سؤال حلو لطيف صح؟ فش بدك تعمل؟ تفوت على جروب وتات توجيه جيل 2007-2008 هذا سؤال تحدي هربح والله العظيم هربح على كل إشي هذا غير التلخيص السؤال إشي والتلخيص إشي هربحون هربحون تكتب السؤال تكتب لي هيك هيك البوست بيبلش سبب تسمية الثانية كذا تكتب إيش الجواب وبتعمل لي تحت هاشتاج يزن القاموق يزن القاموق بتعمل آت بيطلع عندك يزن القاموق جاوب السؤال وأنا هرد عليك إيش بالكومنت ما رأح رد عليك لا على الواتس ولا بأي مكان كل الرد حيكون على جروب الفيس بعد 24 ساعة من نشر بوستك يعني بعد ما تنشر بوستك في 24 ساعة بقولك جوابك صح أو غلط وبسحب الأسامل إجابة صح وهربح جائزة بأول حصة اتفقنا؟ إذن أول سؤال ما سبب تسمية الثانية بهذا الاسم؟ ليش ما سميناها ثالثة؟ ليش ما سميناها رابعة؟ واضح؟ طيب التحدي الثاني هو أنك بدك تنخص الحصة وتأخذ سكرين شوت سأعطيك الصورة بآخر الحصة وتنزلها وين برضو؟ على الجروب مع عبارة تحفيز وأكثر واحد يجمع لايكات على بوسته حيرضح معنا برضو هدية قيمة جدا وبعضكم إن شاء الله اللي يعني بينه وبينه مسافة ساعة حوصله أنا وأودي له هدية بشكل شخص اتفقنا؟ طيب إذن يقاس الزمن بوحدة الثانية في إنا المسافة المسافة طول عرض ارتفاع مثلا هاي طول الغرفة أربعة متر عرضها مثلا ثلاثة متر يقاس الطول والعرض والارتفاع المسافة بشكل عام تقاس بوحدة المتر تقاس بوحدة المتر نحن ننزل بالرمز أم الكتلة هتقاس علينا حبايبي طيب أحكي برضو هيك شوي على الطول وحدة القياس العالمي هي مش وحدة أجت فجأة كانوا زمان المسلمين يستعملوا مصطلحات زي الذراع الباع اللي هو المسافة من هون لهون بعديها لما صار لما الفتحات الإسلامية بلشت تنتشر كانت الوحدات السائدة في أذاك الوقت هي وحدات علماء المسلمين بعديها لما أجوا الصليب وبلشوا يتمردوا وكذا قالوا من ضمن الأشياء ما هو الكافر راضي اليهودي بمشيش على أشياء تمشي غصبا عنه يعني في أشياء مجرد ما إنه احتل مثلا منطقة معينة أو كذا ببلش يزرع أفكاره لدرجة إنه ما بسمح لأي فكرة الأفكار المسلمين هتكون عندهم لدرجة وحدة قياس تخيله وين؟ فهجب شو قالوا؟ قالوا لأ لويس الثالث عشر ولا أبصر مين كان هناك؟ شو قالوا له؟ قالوا لي عمي إحنا بدناش نقيس وحدة الطول بالذراع والباع إحنا كلمة الذراع باع هاي خاصة المسلمين وإحنا بتنحكها عنا في كل مكان بروح أشتقماش مثلا عشر أذرع بعين فقال لهم تعالوا يا عمي أنا بعطيكم وحدة قياس خاصة والله يعزكم راح لويس شلح كندرته وقدروا كندرته جابوا قمحه وشافوا كندرته بالضبط قديش طولها واعتمدوها كوحدة قياس وسموها القدم فالله يعزكم كان مثلا قديش طولك تيجي تقوله واحد سواء يقولك خمس كنادر ولا ست كنادر فطبعا الحمد لله المسلمين كان يعني حتى أبسط الأمور فيها رفعة وعزة يا رب إنك ترجع عزة الإسلام والمسلمين كانوا يأخذوا الوحدات اللي فوق الأجانب كان لا نزلين على الرجلين ماشي على القدم بالكندرة كانوا يجيسوا طوله فالفكرة اليهود طبعا إحنا نحن نكون دقيقين باللفظ اليهود الصليبيين كانوا يجيسوا بالكندرة ماشي الآن أنت طلع وحدة جديدة هل ده تمشي في الدولة الثانية لا طبعا في ناس عندها عزة نفس ما بيقبلوا على حالهم ظلت الأمور تتقور إلى أن جاءت وحدة المتر في عنا وحدة قياس الكتلة تقاس الكتلة بوحدة نظام عالمي اسمها الكيلو جرام الكيلو جرام هاي كيلو جرام تمام؟ وبرضه الكتلة كثير يعني كل لو أنا بدي أحكي عن كل واحدة فيهم كيف جيبني واحدة القياس والله العظيم بدي عشر حزر حس لكن احنا خلاص بهمنا نعرفهم هدول أكثر ثلاثة بهموني حاليا ماشي درج الحرارة تقاس بوحدة الكلفن تمام؟ رمزة ايه 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 كيلفن والشحنة تقاس بوحدة الكولوم ورمزه ايش؟ سيه وتقاس بوحدة الكولوم تمام؟ طيب طيب الآن فينا ايش اسمه بعد وحدات القياس العالمية طبعا فينا كثير اشياء مثلا الطاقة وحدة القياس العالمية جول الشغل جول القوة نيوتن فينا كثير وحدات لكن انا احطيتك الوحدات الاساسية اللي احنا هنتعامل معها فينا ايش اسمه بادئات النظام العالمي شو يعني بادئة؟ لو انا سألتك شو يعني بادئة هاي اكتبها هون شان انت تكون عارف شو هي البادئة طيب شباب الفيزياء لما انت بدك تجيب متين هي بس موضوع جدا مصير تكون فاهم كل شيء ماشي وكمية اسئلة تنحللك على كل موضوع محترمة وعدتك انا قلت لك والله بنك الاسئلة حاله 2400 سؤال لما رب نيس الأمور وتفوت معي على بطاقة اللي هتتوفر مباشرة بعد التأسيس هتكون بكل محافظات منكة البطاقة هتشوف هتشوفني مثلا هتطللك شريح لك اول موضوع هتحللك علي اسئلة بعدين معطيك اختبار بعدين بقولك روح من باقي الاسئلة من اله بكون مجاوب هنخلك تنخيل اول هتشعر بتعب لكن بعد هيك بتصير انت من قوتك بالفيزياء شو ما كان مستوى قبل بوعدك انه تصير يعني تسلخ المية والمثين وتتمية سؤال بقاعدة واحدة وهو وعد مني ان شاء الله اني قد طيب شو يعني بادئة اذا انت بتقول لي استادي بادئة طيب شو يعني بادئة انا بقولك شو يعني بادئة لو جيت عليك قلتلك الف كتبتلك كلمة كتابة كتبتلك الف لحالك شو بتفهم انه الف لو كتبتلك مليون لحالك بتفهم انه مليون هاي بسموها بادئة هاي بسموها بادئة طيب اذا شو يعني بادئة هي كلمة تدل على رقم كلمة تدل على رقم فاينما وجدت يجب استبدال هذه الكلمة بايش برقم والكلمات تبعة البادئات اللي هنتعامل معها هي كلمات لاتينية كلمات شو يعني بادئة هي كلمة لاتينية تدل على ايش على رقم كلمة بتدل على ايش حبايبي على رقم كلمة بتدل على ايش على رقم هاي الكلمة قد تكون بتدل على ارقام كبيرة اللي هي احنا حنسميها المضاعفات مضاعفات يعني عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين هي ارقام عدد اصفارها ايش اصفارها بتكون حقيقية اصفار يعني مثلا زي الالف اصفار على اليمين حقيقية ماشي او عندنا الاجزاء الاجزاء هي ارقام صغيرة واحد بالعشرة واحد بالمية واحد بالالف واحد بالالف واحد بالمليون اللي هي مقلوب يعني الاجزاء هي مقلوب المضاعف يعني ماقول عندي الف المضاعف الف مثلا اجزاء شو بتكون واحد على الف اذا الاجزاء بدني على ارقام صغيرة والمضاعفات بدني على ارقام كبيرة اذا الاجزاء هنستبدلها ببادئات صغيرة وهي غالبا اللي هنحل عليهم اكثر في مادتنا بالفيزياء المضاعفات تستبدل ببادئات كبيرة المضاعفات تستبدل ببادئات ايش كبيرة يا اتفقنا مية بالمية اول اشي بالاجزاء هنتعامل معه اشي اسمه الديسي هاي اذ هي ايش قلنا الديسي اكتفوا بيها الديسي معناتها واحد بالعشرة شو معناتها؟ معناتها واحد على عشر يعني تنكتب هيك واحد بالعشرة حلو؟ بس انا كيف راح اكتبها؟ شفتوا هاي الفاصلة؟ هاي معناتها ايش؟ معناتها واحد ضرب عشرة اص اذا الفاصلة بعد منزه هون هاي سالب واحد يعني لما أقول 1 بالعشرة هاي معناتها 1 ضرب 10 والسالب 1 لما أقول 1 بالمية هاي معناتها 1 ضرب 10 كم منزلة 2 سالب 2 لما أقول 1 بالألف هاي كم منزلة 3 هاي معناتها 1 ضرب 10 والسالب 3 وهكذا حلو؟ فإحنا الديسي قبل أن تكتب أنت الديسي معناتها 1 على 10 أو 1 بالعشرة أو 1 بالعشرة أو 1 بالسالب 1 فإنها خلاص مباشرة نائش أنا بس عشان أوضح لك شو هي أو كيف أجد أينما وجدت ديسي قبل وحدة القياس بحط محل الدي 10 والسالب 1 شو يعني 10 والسالب 1 معناتها 1 بالعشرة لما أقول ديسي نيوتن يعني 1 بالعشرة نيوتن ديسي متر 1 بالعشرة متر ديسي جرام يعني 1 بالعشرة جرام إذن الدي هاي بتدلني على بادع اللي بتيجي بعديها بيجي بعديها حبايب اللي هي الصانط الصانط معناته 10 أس سالب 2 يعني 1 بالمية إذن لما نقول صانط متر معناتها 1 بالمية متر صانط جرام معناتها 1 بالمية جرام صانط جول معناتها 1 بالمية جول وهكذا يعني الشرط صانط متر إذن صانط هو كلمة بتدلني إنه معناته 1 بالمية طيب لو جيت قلت لك بعديها بيجي الميلي هسا واحد بيجي بيقولي كيف أميز هاي عن المتر حبايبي لو كتبت لك هيك ميلي متر آخر إشي هاي بيسموها وحدة هاي اسمها وحدة اللي قبلها بيسموها بادية فلما أقول ميلي جول هاي وحدة ما إلي فيها هاي اللي قبلها شو بيسموها بادية فهون لما أشوف أمي بهذا الشكل هاي معناتها إيش حبايبي؟ هاي معناتها عشرة والسالب ثلاث عشرة والسالب ثلاث بيجي بعديها عندك المايكرو إذن أكتب جنب كل وحدة هاي اللي هي شو سم منها ها الديسي الديسي هاي قولنا ديسي هاي سانطي هاي ميلي وهاي مايكرو ماشي؟ المايكرو حبايبي المايكرو شو بستبدله؟ بستبدله بعشرة قوة سالب ستة عشرة والسالب ستة يعني واحد بالمليون يعني لما أجي أقول لك مايكرو متر يعني واحد بالمليون متر مايكرو دول يعني واحد بالمليون جول وهكذا طيب الان بيجي بعديهم خلينا نأخذ كمان واحدة مثلا بعد المايكرو بتيجي النعنق النعنق معناتها 10 والسالب 9 نما اقول آلو متر يعني 10 والسالب 9 متر طيب بعد النانو شي بيجي عندك بيجي عندك البيكو من هاي آلو وهاي بيكو البيكو وين ما شفت بيكو بتروح بتحط ايش 10 والسالب 12 10 والسالب 12 في إنا وحدتين أو سنة قبل البيكو بالله خليه ماشي بالترتيب في وحدة هي ما يعني ما بجيبوها هاش هم تكون عارف كل شيء هاي شو معناتها انجستروم انجستروم معناته عشرة والسالب عشرة هاي شهادة وبالعادة قاعد بزيد هون ثلاث ثلاثة عشرة والسالب عشرة معناتها ايش انجستروم اكتب جنبها هاي انجستروم طيب بعد الانجستروم بيجي عندك البيكو البيكو هي عشرة والسالب اثناش عشرة والسالب اثناش هاي ايش اسمها هاي اسمها بيكو شو اسمها بيكو طيب اخر وحدة اللي هي هاي اكتب بيكو هون اخر واحدة حنستعملها بي برضو بالتوجيه بالحص الثاني ايش اسمه الفيرمي 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 الكيلو والكيلو معناته الف يعني الكيلو معناته الف يعني عشرة قوة ثلاث موجب عشرة قوة ثلاث موجب هاي الكيلو بعد الكيلو مثلا بتيجي عنا ايش اسمه الميجا ايش اسمه الميجا الميجا معناته مليون يعني عشرة قوة ستة بعدين بتيجي عندك ايش القيجا شو بتيجي عندك القيجا القيجا اللي هي عبارة عن عشرة قوة تسعة الى القيجا هي عبارة عن عشرة قوة تسعة الكيلو والميجا والجيجا وفي التيرا هدول اللي بهموني ماشي يا حبايبي إذن لما آج أقول واحد جيجا متر يعني عشرة قوة تسعة متر واحد كيلو متر يعني الف متر وهكذا إذن اتفقنا شو يعني بادئة شو يعني بادئة بادئة معناتها كلمة لاتنية بتدل على رقم وضعت شو سبب كان وضع البادئات حتى إنه يريح عليك بدلا ما تقعد تكتب أرقام كبيرة وصغيرة وكذا بتقدر تستبدلها إيش بكلمة بدلا ما تكتب خمسة عشر صفر قدام الرقم اتفقنا حبايبي والله الحصة هاي اللوح مرتب فحابب ناخد سكرين شوت حصت اليوم هون هذا السكرين شوت تخده ماشي عشان تنزله مع التلخيص اتفقنا حبايبي اياه نشوف بيجي يقولك حول كل مما يليه راح إحنا نكون نحن بالامتحان او بأثناء الحصص راح يصيري صادفك مثلا بادئات كثير فانت بدك تكون عارف انك تتعامل مع تعالوا خنشون احنا ما يقول لي خمسة سنتيمتر هاي وحدة دائما آخر اشي وحدة ما إلي فيه السنتي شو قلنا هاي انجل الرقم اللي قابل زي ما هو ضرب السنتي قدش قيمته عشرة وسالة بثنين يعني خمسة ضرب بدل السنتي شو بحط عشرة وسالة بثنين بنزل الوحدة الآن بنزل الوحدة ماشي الوحدة نزل زي ما هو هيك أنا بكون جاهزة للحل هاي شو معناتها لو بدي أبسطها أكتر هاي معناتها خمسة بالمية متر تمام بس خليلي يا هسة بدلالة الأسس الآن لما آجي أقول لك أربعة سنتي متر مربع كثير طلاب عندهم مشكلة في هاي طيب طلع هاي شو معناتها هاي معناتها أربعة هدفو الله هاي عشان توسع معنا هاي معناتها طيب أضبط شكلها شو يعني أربعة سنتي متر مربع متعارف أنه هيك هاي معناتها لما أكتب وحدة بهذا الشكل هون التربيع للكل قلها قاعدة لما أجي أقول لك سنتي متر مربع معناتها سنتي تربيع في متر تربيع طيب شو بدها تصفي عندك هتصفي أربعة ضرب ضرب يلا السنتي شو بحط محله عشرة والسالب اثنين عشرة والسالب اثنين هاي بس محل السنتي بدلته برقم وفيه فقيه تربيع هاي تربيع وشو ضل عندي فهم متر مربع ما بهمني هسا متر وحدة خلاص وحدة قياسي ما بهمني فقيها تربيع أو تكعيب هيك بتكون جاهزة يعني أنا لما أقول لك متر مربع ما إلك فيه متر مكعب خلاص هيك جاهز متر أس سالب واحد ما إلي فيه أنا إلي باللي قبله بس طيب إذن حتصفي عندك أنه أربعة ضرب عشرة أس سالب اثنين الأسس الأس لما ترفع لأس يعني لما تيجي تقول مثلا عشر قوة ثلاث مثلا تربيع هاي شو معناتها هاي معناتها تضرب هاب بهاب ضرب الأس لما أرفعه لأس يضرب ضرب يعني هاي معناتها عشرة قوة ستة إذن الأس إذا رفعه إلى أس يضرب ضرب يضرب ضرب تعال هتصيل عندك سالب اثنين ضرب اثنين سالب أربعة وبتنزل هاي زي ما هي تمام هيك أنا إيش بكون بكون حولتها وهيها إيش جاهزة شوف لي هاي شوف لي هاي يقول لك ستة سانتي متر مكعب شو معناتها قلنا معناتها كثة لستة التكعيب لك شغلتين يعني سي تكعيب في متر تكعيب هتصفي عندنا خلين كمينا هون ستة ضرب محل السانتي متر مكعب محل السانتي متر مكعب السانتي هاي معناتها عشرة والسالب اثنين الكل عليها إيش السانتي تكعيب يعني صفت وتساوي ستة ضرب سالب اثنين قص ثلاث يعني عشرة قص سالب اثنين قص ثلاث القص لما يكون فوقي قص بضروبهم ضرب سالب اثنين ضرب ثلاث سالب ستة وبنزل المتر مكعب زي ما هو حلو ونزل عندي المتر مكعب زي ما هو ماشي تمام هتوقع صارت الأمور واضحة خلص يا نيجي هون بقولك ثمانية مايكرو كولوم هاي وحدة ما إلك فيها إلك دائما آخر شي من كف إلك في اللي قبلها المايكرو شو قلنا بدالها ضرب بدال مايكرو شو منحط عشرة والسالب ستة بنزل هاي زي ما هي بس فقط بنزل ها زي ما هي تعالوا نشوف اللي بعديها يلا شوف اللي بعديها بقولك ثلاثة ملي متر تكعيب شو معناتها قلنا معناتها ثلاثة تكعيب هاي تكعيب هاي الأخيرة هي وحدة ما إلي فيها اللي قبلها بادئة شو معناتها اللي الام هاي معناتها ملي تمام طيب إذن وزعت التكعيب هون وهون صفت عندك الآن صفت عندك كالتالي ثلاث الملي قداش قيمته باللي حطيناهم قلنا الملي محله عشرة والسالب ثلاث فيه فقي ايش ثلاث تكعيب يعني يعني بتصف ويش والمتر مكعب زي ما هو خلاص هايها متر ما بهمني شو الأس اللي فقيها بهمني إنها هي وحدة متعارف عليها عالميا وتساوي ثلاث يلا سالب ثلاث قلنا مش بكون بقول سالب تسعة موجب تسعة عفوا سالب ثلاث سبعة وشرين عفوا الأس لما يكون مرفوع لأس بضربه ضرب سالب ثلاث ضرب ثلاث سالب تسعة يعني عندك ثلاث ضرب عشرة والسالب تسعة وبنزل هاي زي ما هي هاي متر مكعب تمام طيب الأخيرة عندك اللي هي أربعة ميجا فولت أربعة ميجا يعني أربعة ميجا خلص أنت بتكون حاطب كل وحدة شو دللتها الميجا معناتها عشرة قوة تسعة طيب إذن أربعة بعشرة قوة تسعة والوحدة ما إلي فيها وصلت طيب خد سكين شوت في ناس بحبوا يخدوا سكين شوت للوح طيب شوف لي هون عشرة نانو كولور شو حتساوي عشرة محل الإن النانو خلص أنا حفظها معناتها عشرة والسالب تسعة كولور كيلو معناتها ألف يعني خلص ضرب عشرة قوة ثلاث متر ماشي طيب شوف لي هاي الأخيرة الأخيرة حلوة هاي الأخيرة بدها شوية شغل حلوة جرب ليها لحالة يلا الآن جربها لحالك وشوف لي هال هي فعليا بدو يطلع جوابك زي جوابية يلا أنا وقف الفيديو وحل لي هاي لحالة يلا ثلاث السالب واحد موزع هون يعني متر سالب واحد ومن لي سالب واحد الأخيرة ما إلك فيها خلص متر والسالب وان شاء الله متر أس اللي بدك إياه ما إلي فيه أنا إلي باللي قبله هتصفي عندك ثلاث بدل الملي عشرة السالب ثلاث قوة سالب واحد هون ملي سالب واحد تمام طيب سالب ثلاث والسالب واحد هدول قلنا بنضرب وضرب بتصير سالب ثلاث ضرب سالب واحد يعني هتصفي عندك ثلاث ضرب سالب ثلاث وسالب واحد سالب ثلاث وسالب واحد عشرة قوة موجب ثلاث متر وسالب إيش واحد متر وس سالب واحد تمام حبايبي طيب في عندنا من قرار في عندي الآن تحويل الكتل الكتل تحويلتها شوي خاصة تحويلت الكتلة شوي خاصة كيف بحول الكتلة هس يعني مثلا لو قلتلك سلاثة جرام كدهش بتساوي بالكيلو جرام هس هاي التحويل يعني بالحل ما راح نحول من كيلو قرام لجرام كل الحل هيكون من قرام لكيلو اقرام من قرام لكيلو اقرام بالعكس بدي اقسم طب تقسيم عشرة قوة ثلاث والأس لما ارفعه فوق انهاي زي كأنها صارت ثلاث من قرام لكيلو جرام بدي اقسمها على ألف الالف هي عشرة قوة ثلاث لما جيت رفعت الأس فوق اشارته بدل ما هي موجبة تصير سالف راح نتعلم هاو بالحصص الجاي فانت مباشرة خلاص لما تيجي تحول الثلاثة قرام لكيلو جرام هاي الثلاث زي ما هي ضرب من قرام لكيلو جرام بضرب بعشرة قوة ثلاث فقط لا غير ايها كيلو اقرام حلو حط ملاحظة حط ملاحظة انه عشان ما نغلطي كي مع جي هي هي الوحيدة التي لا نحولها الا اذا طلبت يعني بس بشكل عام خلص كيلو جرام ما ببدل الكيلو بعشرة قوة ثلاثة اما لما اجي اقول لك لما اجي احكي لك كيلو متر لا هون بدك تحكي له هاي معنات عشرة قوة ثلاثة متر مباشرة بستبدل الكي اذا الكي بستبدلها فقط اه عفوا ما بستبدلها فقط اذا اجت مع القرام اما غير هيك لا بدي استبدلها هذا منسبة لتحويلة الكتب بس من قرام لكيلو قرام بقصر بضرب بعشرة والسالب ثلاثة الان تحويل الزمن اطلعوا حبايب تحويل الزمن يعني سهل جدا اول اشي عندي تحويل كل واحد اور بدك تحول من ساعة لدقيقة او خليها بشكل عام من ساعة الى دقيقة من اور الى منت شو بعمل بضرب بستين من ساعة الى دقيقة بضرب بستين طب العكس من دقيقة الى ساعة هون شو بعمل تقسم على ستين بس هاي ما بتحتاج ليش لما اجي قولك خمستاشر دقيقة خمستاشر تقسم ستين ربع بس انت خلص خمستاشر دقيقة ما هاي اشياء احنا بنستعملها خمستاشر دقيقة ربع ساعة ربع واحد على اربعة اور العشرين دقيقة ثلث ساعة يعني واحد على ثلاثة اور الثلاثين دقيقة نص ساعة يعني واحد على ثنين اور اما من ساعة لدقيقة بضرب بستين من دقيقة الى ساعة بقسم على ستين تمام؟ في عندك من ساعة او من دقيقة الى ثانية من دقيقة بضرب بستين كذلك ومن ثانية الى دقيقة من صغير لكبير بقسم من كبير لصغير بضرب ومن ثانية الى دقيقة بقسم على ستين رح ناخذ اسئلة الحصة الفاتحة على الحصة الجاية عفوا انا على هذا الموضوع وعندك اخر اشياء اللي هي من من ساعة الى ثانية يعني زي كأنك ضربت ومن مرة بستين تحولت لدقيقة بضرب كمان بستين يعني من ساعة الى ثانية بضرب بثلاثة ثلاثة الاف وستمية من ثانية الى ساعة بقسم على ثلاثة الاف وستمية وهاي اتوقع انها واضحة وبختم الحصة باشي خاص اللي هي لما اجي احول من كيلو متر في الساعة المتر في الثانية هاي الطلاب بتشنجوا عليها دائما حسنا لما اجي اقول لك دحلها بعدين ضعطيك عذاقة خاصة لما اجي اقول لك خمسة كيلو متر لكل اوار حول لي اياها او خلينا احط رقم ما يطلعش ما يكسر هاي 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 20 هاي 30 هاي او 40 هاي او بلاش هاي 60 60 كيلو متر لكل ساعة حول ليهاها لمتر لكل ثانية ماشي 6000 مرة نصدت نحولها أنا حسبتها بالعكس عشان بديش يطلع ما يكسر وعليش يالله 36 يالآن بدي أحول من كيلو متر في السعباجي بكتب هتطلع هي عمليا كيف بتصير برض هون الكيلو متر بدي أحط محل الكيلو في متها كيلو معناته عشر قوة ثلاث متر خلص المتر ما إلي فيه لكل يعني قسمة الساعة بدي أحولها لثانية قلنا كم ثانية في الساعة ثلاث عفوا كم ثانية في الساعة 3600 يعني 3600 بدل الصفرين بقدر أكتب عشر قوة اثنين حلو 36 على 36 فيها واحد الأسس في حال القسمة تطرح ثلاث نقص اثنين واحد عشر قوة واحد يعني صفت عشر متر لكل ثانية تمام هذا هيك أصل التحويل لكن أنا مباشرة الآن أنا علمتك عشان ما تكون حافظ حفظ بس أنا رح نحل كثير فبدي منك شغلة طلعوا اكتبها من كيلو هاي هاي بس اكتب الاختصار القاموقي لمتر لكل ثانية شو بدي تعمل الآن؟ من كيلو متر في الساعة لمتر في الثانية بضرب بخمسة وبقسم على ثمنتاش معك ألا حاسب أنت صح؟ جرب لي هاي ثنين وسبعين كيلو متر لكل ساعة حولها لمتر في الثانية ماشي؟ يالله على ألا الحاسب يحكي ثنين وسبعين اضرب بخمسة واقسم على ثمنتاش يالله اضرب بخمسة واقسم على ثمنتاش مباشرة جود برافو طلعت معك عشرين متر لكل ثانية وهيك بيكون تم بفضل الله عز وجل أول حصة وما ننساش عنا تحديين كل تحدي مستقل عن الثاني التحدي الأول تجاوب سؤال الثانية سؤال الثانية إنه بتقول لي جواب سؤال الحصة كذا 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 بتخط لي هاشتاك ماشي؟ وإذا ما عرفت وحابة تشارك حض أستاذ أنا ما عرفتش ماشي؟ وعمل لك أي اكتب أي كلام بدك إياه في البوست تخط ليش هاشتاك تمام؟ اللي بدك إياه راح نربح الكل وعد الكل حيطلع راضي والله يعطيكم ألف مليون ثريليون عافية هارتي كبير وحب كبير للكم وطلخيس أستاذ يزن بدها تعب بقروب وثن بدي أشوف جيش 2007 يعطيكم العافية اشتركوا في القناة